تاني بقى بعديها الناس ما بتحركش عندنا مفهوم رهيب عند الشعب المصري وهو الأكل من أخر عشان بنصهر فبنجوع ويجي بكل دلع يقولك إيه أسانا ما بتعشاش أنا باكل بس فكهة شوف يعني أنت لازم تتعاطف مع الجملة المرعبة دي مع أن الفكهة دي كرسب ليه؟ السكر يفهمني هو السكر اللي بنحط في الشاي ده مش جامل أصب صح يعني السكر ده فكهة لما يجي حضرتك تأكل كيلو عنب يطلع قد إيه بس بيقولوا برضو أن السكر في شكله البسيط أو شكله الأولي في الفكهة هو سكر صحي وغير مضر غير لما أنا بقى بأخده من قصب السكر وأقرره وعمله أبيض أنا كل ده فهمه بس أخليني أشعر حتة صندوضة دي معلقة السكر الحرك بيتحطيها في الشاي وانتي ليك في اليوم اتنين فقط لا غير ما يزيدوش هاي دي كمية السكر اللي ممكن تستخدميها أي بني آدم تحت الميت كيلو لإتنين ليه معلقتين؟ حضرت الكيلو العنب اللي أنت بتأزيه قدام المسلسل ده في 36 معلقة سكر لا 36 معلقة سكر هحط جنبيه مستين هحط جنبيه بورتقانتين هحط جنبيه مش عال إيه 36 معلقة سكرية ودربتي 36 معلقة وقلت أنا متعشيتش نفس الكلام نقيسه على البطيخ نفس الكلام نقيسه على الكلام البطيخ فيه سكر كتير بطور طبعا يا فندم يعني ما قدرش تتعشى مثلا حتتين بطيخ وأقول ده عشايا أنا باكل نص البطيخة بالليل لا أنا باكل مثلا طبق فيه تلات حتة بطيخ اللي هو المربع دي ممكن أكل ده يبقى عشاء أوكي تاني تاني حرك برضو قلت واحدة من الحلول حرك قلت واحدة من الحلول إزاي نقدر نشيل البطاطس الصبحية وانت قلت واحدة من الحلول اللي هي كمية الأكامل مش حط قدامي وعدة أزأز قدام التلفزيون وانت بنسرد ليش شعب المصري مليان لأن عداد غزائية سيئة عداد غزائية خاطئة معلومات كلها خاطئة يعني شعب كله لو من الزنة دلوقتي يحدد مايكروفون بكاميرا يسأل الناس في الشارع الفكهة أخبارها إيه يقولك ده مية شكرا